طبعا أنت لا يخفى عليك دكتور فريد أنه دايماً منستخدم حتى في الكراز والكلام عن يسوع المسيح دايماً نتكلم عن محبة الله نتكلم عن محبة يسوع نتكلم عن محبة الآب لكن مش كتير عم نتكلم عن الجانب وأنا يعني سررت أنك استخدمت عبارة كتير كتير حلوة مش عارف إذا إخوة المشاهدين انتبهوا لهذه العبارة أنت قلت فيه توازن انسجام انسجام وتوازن كامل بين كل صفاته الإلهية نعم فمن ضمن هذه الصفات عدا أنه اسمه قدوس هذه الصفة صفة القداسة يعني كيف نشوفها بالتوازن مع طبيعة الله الإعلان اللي أعلنوا الله لنا عن ذاته نقرأه مثلاً في رسالة يحنى الأولى في الأصحاح الأول يقول الله نور في الأصحاح الرابع يقول الله محبة وكأنه يقول افهموا أن هذا الإله المقدم لكم في الكتاب المقدس عندما تقتربوا منه هو نور قدوس فاحص كاشف ومن الجانب الآخر هو محبة هو بل هو تعريف للمحبة تجسم المحبة تجسم المحبة وتجسد المحبة لما نقول عن الإنسجام التام في صفات الله لابد أن نذب إلى الصليب لأنه بحسب قداسة الله كان ينبغي أننا نحن كخطاء يحكم علينا بالموت الأبدي لكن محبة الله لا ترضى بإهلاكنا طيب المشكلة عايزة حل في الصليب ظهرت قداسة الله وظهرت محبة الله ظهرت قداسة الله عندما مات المسيح نائبا عن الخطاء عندما اعتبر نفسه بيبذل نفسه فدية عنه يموت بدلا عنه ليه؟ لأنه في قضاء واقع علينا طيب فين المحبة؟ المحبة قبول الخطاء والغفران لهم هذا الانسجام الرائع أكتر مشهد بنراه في صليب المسيح اشتركوا في القناة